هذا الميقات ميقات المدينة يسن أن تصل فيه ركعتين في هذا الميقات لأجل أن هذا المكان مكان مبارك صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين إذا استطعتم النزول للميقات والصلاة فيه الحمد لله إذا لم تستطيعوا يمكن أن تصلي على السيارة على الباص نعم وأنت في الباص تصلي أن نبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصلاة على دابة على الراحلة يمكن أن تصلي على القبلة على القبلة أو على غير القبلة المسافر يصلي حيث توجهت السيارة أو الدابة أو الطائرة المسافر يمكن أن تصلي على المسافر ويجعل ركوع قليل منخفض ويجعل السيارة أخفض من الضكور ويجعل السيارة أخفض من الضكور نعم نظل نلبي ونرفع الصوت بالتلبية إلى أن نصل إلى مكة ويجعل نكوب كلا تلبية أخفض من الضكور والله وعلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر